في أحد المقابرات الشخصية فيمكنت وظيفة ليش مقابرة شخصية وظيفة كانوا قلون لي يسألوني مثلا يقولون لك دائما تعلم في السؤال المعهود ما هي نقاط قوتك ما هي نقاط ايه دائما هذي سألتم طبعا مصيبة لما أنت تدخل سوق العمل و أنت ما تعرف على الأقل نقطة ضعف وحدة أو نقطة قوة وحدة يأتي أن نكتر في الثنتين أو نكتر في واحدة منهم عموما وقتها يمكن كنت في البدايات قلت سألوني قال واش نقطة ضعفك واش نقطة قوتك قلت كيف يعني ما فهمت السؤال كان في البدايات كنت صير ايه جابواها لك شكل عام ايه قلت شلون يعني واش كيف نقطة ضعف واش الشي يعني يعتبر قد يشرحون ليها يعني في ذلك الفترة في ذلك الفترة كانت نقطة على قوتهم ضعفي أني كنت أرادت أرادت كثير يعني مثلا مستحيل أنا آخر واحد مستحيل أكون مستحيل يكون الشخص اللي قدامي هو الكلمة الأخيرة اه ما تحب أن يكون أرادت كثير منك تحب أنك كنت كثير منك ايه أنا عندي نظرية أن لو كلمتي الأخيرة خلاص أنا أنا انهيت النقاش أنا اللي انهيته اه مثلا جيت قلت لي جيت قلت لي يا أخي أنت ما تفهم مدري إيش جيت ردت علي أنت لي ما تفهم يا قلت كل ساعة أكلمك بدأنا أنت سكت أرادت لا مفروض أني أنا اللي آخر كلمة لا تراكلمتك ايه أقول أي شيء أقول لك نسكت خلاص سكتتك كذا أنا هذه النقاط ضعفي كانت موجودة قبل شخصيتي يعني فقلت كنت أقول له قلت له أنا كذا 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 وكرشوني قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي طبيعي يعني متخيل لأن أحد يرادد يشغلون عندهم فأخي وقد سمعت أنه فيه 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 طريقة تكتب فيها طريقة تقديم معينة ايه يعني كنت أتناقش مع الشباب كذا قبل كم سنة قال لي أنه فيه طريقة جديدة التقديم يا خلال أنا أو مثلا طريقة كتابة سيفي ما عدري والله ما عد عندك خلفية والله أنا قد قدم أنا طبعا سويت مقطع والله ذكرتني مشاهدة فيه مقطع مقطع سويته نزلت في مقطع سويته ونزلت في تك توك الله وصل ثلاثمائة ألف مشاهدة ماشر الله تبارك الله صدفة لأن أنا لم أقعد المقطع هذا لم أقعد هذا لم أقعد وصار معي قبل كم سنتين حولها كنت موظفة في وظيفة وعند التقديم كيف تقدم على الوظيفة الناس يغلطون فيها هناك يغلطون بالشيئ طبعا أنا أعلمك قصة كنت أنا أقدم فيه وظائف وشاتي حلوة وشاتي جامعية وبكري وصدارة أعمال ومعدلة حلوة فأنا أقدم على وظائف دائريه ما أقبل أقدم أقدم ما أقدم وعند وظائف عائدية طبعا عائدة أقبل فيها وضعت لي في أحد الشركات وراتبها حتى كان مجزع يعني راتب قليل وقعت استغرفت لماذا أقدم ما أقدم وكنت خلني أسوي الحركة هذه اللي أقول لكم فيها أنا سويتها سبحان الله سويت الحركة هذه من ثاني يوم ثلاث يوم تقريبا لأنتصال شركة فلانية تعال قدمت عندنا قبل كم فترة وكلميوة تعال أنت مقبول عندنا وتوفقت بعدها قلت والله العظيم لا أريد أن أفيد نفسي أفيد الناس خلال الناس استفيد حسنت الحركة فعلا لها فادتني ووظفتني اللهم الحمد والله من الفرح يا جماعة قلت تركز في اسمك في الإيميل بعض الناس اسمها في الإيميل تلاقي اسمها فوفو أو بوبو أو سوسو ليس في رسمي هذا ما يبغل أن الشركات هنوئية أنا أو لا لا هنوئية هذا الشركات لا يحبون هذا أول خطوة أول خطوة تفتح لك حساب جديد إيميل جديد وتضع كيف طريقة الإيميل الرسمي تمام اسمك الأول شرطة اسمك الأخير شرطة تاريخ ميلادك أو اسمك شرطة القبيلة هذا أول إيميل لدينا مننا أنشأت إيميل بعد الخطوة الثانية ترسل لك التشعار أنا تواصلت معهم حق التشعار حق التشعار كيف لو تواصلت مع واحد من التشعار هو كلمني قال ناس السودي رسول كثير قال نحن نفعل دليت دليت قلت لماذا علمني خطواتها قال أول حاجة لما نجينا إيميل مرتب عرفت السر يعني عرفت السر كلمت واحد في التشعار قال لما يجينا إيميل تخيل يا بدر يجينا إيميل مرتب اسمك بدر المصعبي قال هنا تمام خلاص هنا نبدأ ندخل ندخل على الملف خطوة الثانية نشوف الشيء الثاني هل هو مزبطة لا الشيء الثاني ترسل سيفي حقك بصيغة بي دي اف أفضل سيفي للوظيفة يكون مثلا نصف انجليزي نصف عربي أحسن شيء يكون مترجم انجليزي عربي لدي تحليق عن نقطة هذه تدري لماذا تفرق حركة عربي انجليزي لا ان يقرأ الاسم من الاميل من بره لماذا يفرق هذه أساسا الموارد البشرية بعضهم يكون عندهم حتى بسيط في علم النفس لما يشوفون واحد مثلا يرسل ايميل بدون أي معلومات من بره يدرون من نوعية الذي قدم الذي يأخذ ايميلات يصف لأشر ايميلات عشر جهات مختلفة ويطق لأيميل مرة وعدة خلاص جهت أو ما جهت صدقت هذه تفرق حلو إذا كان اسمه موجود إذا كان نضع اسمه واسم الجهة التي مقدم عليها ومن ذلك صيغة مثل ما قال انجليزي عربي وتكون واضح قلنا صيغة PDF ووضع لكن لا أفضل PDF طيب أنت الآن خدت PDF وضعت في المحتوى أكتب فوق كلام بسيط أنك من السلام عليكم الرغب بالتقدم إلى شركتكم طبعا أنا شاتي بسيط آخر شيء تحت اسم الكريم زي البايو اسمك ورقم جوالك هذه رسالة نصية في الإيميل نفس الإيميل تكتب أصلاح لكم مع اسمي هاني جبرتي أبلغ من العمر شيء بسيط رقم جوالك اسمك تحت رقم جوالك وحطه هذا الشيء الثالث عنوان الإيميل ما تكتب العنوان الإيميل اسمك هاني جبرتي شرطة إدارة الأعمال تخرجك شرطة المدينة تساكن فيها الرياض تمام هذه خطوة الثالثة هذه منظم التصفية الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة نحن ثلاث خطوات تكلمنا اسم الإيميل خطوة ثانية المحتوى 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 بي دي اف خطوة ثالثة الموضوع الخطوة الرابعة المهمة كيف حاول لو كنت ترسل السيفي لأن pretend في الوظيفة في أوقات عمر الرسمية هل هو هو أوقات عمر الرسمية؟ من ثمارية من الصباح أين الظهر؟ ترسل الساعر نعش في الليل لا ترسل الساعة نعش في الليل ترسل المغرب في حياتب في المعنى لا ترسل أنت ما ترسل عن ترسله في أوقات دعم الرسمي أول حاجةatable للتشعر ينبسط يقول الله لأدم ذا مساره في الصباح وواضح أنه واضح هادم يساحي ومنتبه وموجود لو تصنع عليك هو موجود هذا واحد شيء ثاني أنت تخيل أنك أنت تشار في التشار جاءك الإيميل الناس يقدموا عندك وضعيف شفت هذا فوف و بوب و سوسو تسوي دليل فجأة جاء عندك اسم بدر مصعبي اسم مرتب بتفتحه شيء ثاني تشوف تشوف العنوان بدر مصعبي شرطة إدارة أعمال شرطة في الرياض لا هذا حلو شيء ثاني تدخل على البي دي اف تفتح بي دي اف والله سيفي حق انجليزي عربي مرتب شيء ثاني متى أرسل لي أرسل لي الساعة التسعة الصباح لا هذا بأتصل عليه أنا شخصيا قدامكم سويت التجربة هذه سبحان الله مثاني وثاني وثاني ومثالث يوم جاءني اتصال يعني راتباحد وشركة راتباحد والله ماك الأهم توضف والله أنا نزلت وناس كثير يدعوني في التكتوك الحمد لله لو تلاحظوا أن ترى هذه بديهيات لكن لا تجباني المرسل هذه المصيبة هذه المصيبة التي تنجلط عندما تكون تقدم على وظيفة أنت محتاج وظيفة معينة أنت محتاج أن تتوظف مكانك لماذا لا تشد على نفسك قليلا أو دعنا نقول تعطي الموضوع اهتماما اهتماما وجدية أعطي كذا لو ترى 10 دقائق أعطي بس اهتمام من الموضوع 10 دقائق و بس اللي سالفت ترى بريئة الإيميل لما تأتي ترسله ترسله كذا قليلا عرفت نظام اللي خلاص هذه الإيميلات شركات أنا برسل لها السي في حقي والذي يدق عليه ستحسن مننا يتمنى عليهم يترهم الفضيل لك ترحياتهم يصمف فضيل لك لا أريد أن يفتح السي في يفتح قصي الإيميل لكي يرى يرى ما لديك طويل عمط لا يريد أن يرى من البداية ويرى صحيح لكي يبين اهتماما يبين دقة في التفاصيل يبين أن الشخص هذا مثل ما قال صحي الصباح أقدر أن أدق عليه بنفس الوقت يمكن أن هناك نقطة بعض الأحيان إيميل واحد أو سي في واحد يمكن ما ينفع بمعنى أنت تصبح عندك عندك عدة جوانب ما شاء الله عليك مميز فيها أنت قدمت سي في حقك لشركة مثلا إعلامية فالمفروض سي في حقك تبرز فيه الشيء الإعلامي فيك تضبطه على أساس أنه مشاركتي في الإعلام سويت ثم ترسله والله إرسلت للجهة ثانية مثلا في مثلا مطعم مثلا تبتصير مثلا أي أن كان الشغلة فلجب أن تبرز التعامل مع الناس يعني سي في الواحد بعض الأحيان ما يخدمك يعني كل شيء واحد وقال سترسل لكل الناس إضافة أعطل كل واحد كل شيء أقولها الأفضل أنا كنت سويتها وخطيت فيها في السي في طبعا أنا توظفت في مجالات كثير كنت نزها كلها في السي في خطأ مرة قدمت على وظيفة جاء يطالع في السي في قال الوظيفة فلانية فلانية ليش تطلع منها قاعدت في الكافي فلاني قاعدت تقريبا سنة توظفت في شركة العطارات الفلانية قاعدت ثلاث سنوات عندك شهادة جبها جبها معك وتتقدم أنا والله توظفت ليش طلعت هذه شهادة خبرها طلعت ليش بصراحة لقيت الأفضل مثلا يكون سلوبك لبق بصراحة أنا قدمت عندكم لمكانة شركتكم الفاخموي وسمعتها طبعا وين عم في الشركة القبل بس ما شاء الله أنا أطمح للأفضل أبغى أنا كنت في وظيفة أقل هذه أشوفها تناسب مجالي التعليمي فلازم تحط في السيفي الأشياء التي عندك فيها شهادة خبرة وبعض الناس يقعد سانساتين في الوظيفة يطلع ما يخل شهادة خبرة صح؟ يغلط لا أروح عندهم قلعطوني شهادة خبرة الله يذلونك بعضهم يسحبون عليك وفيه وذكرت قصة لا أريد أن أساء لا أريد أن أعلم هل يوجد شيء أقول لا أريد أن أعلم هذا هو كامير كاميرا يألوي هناك قصة أصارت لي قبل يمكن خمس سنوات كده وقتها كانت وكانت عندي بزنس مكيف شغال أهي ايوه هوا يحيب شيء والله ما يجي غفة لفة أعطي خررة مرة طب تعال فلتال جمي تعين أهي 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 الموئة مليان أيوه لا يوجد موشة لا يوجد موشة ما هو سعدون؟ يقرب يفضل أعبي؟ لا يوجد موشة لا يوجد موشة أين يوجد موشة؟ حاولت أعبيها يوجد موشة أعطنا قصة؟ أعطنا الثلجة هنا يسد ترسيمة التجيل قبل خمسة سنوات قبل خمسة سنوات كان عندي موشة الحمد لله مرة مرة كان يدخل علي كاش لم أكن تودعها كنت على قوتم أجعلها معي كاش لكي أصرف لذلك الفترة كنت جايب أغراض وبعتها وطلعت مبلغ محترم بعد قليل وقتها كنت في إجازة قصيرة فترة التعليم كنت في إجازة أنا في الإجازة وإذا كنت فاضي أشتغل في برامج التوصيل ساعة عشر بالليلة طلع القرشين زيادة أقل بنزين أقضي وقتين أقضي كما قلت عايشة المهم ذاك اليوم ما قردني وطلعت الساعة ثانتين بالليل طلعت وجاني مشوار من نفس المنفس هنا كنت تساكن هنا في القرطبة جاني مشوار من هنا إلى سويدي أقضي إلى سويدي أثنين كانوا يقضون من دورة أسكرية وطلعتين من دورة أخير وصليين أقضي شكالهم ساكين أقضي أخذتهم وقد أضعتهم هناك هذا ليس لدي مشكلة لا يوجد حدث طبيعي لكنه سكت مشوار إلى سويدي المراجع إذا جاء لي مشوار على الطريق أخذته وإذا لم يأتي مشوار على الطريق سأذهب إلى البيت هناك تمر المهم أخذها كلها أخذها كلها أخذها كلها أخذها كلها أخذ القفة كلها ونراجع وإذا جاءني مشوار على الطريق خير وبركة شكرا الله رجعت البيت المتخاض أخذها كلها كانت الساعة ثلاثة ثلاثة أخذها كلها ويأتي طلب دقيقتين في ملاعب البلدية أذهب ثلاثة ربنين أخذها كلها أخذها كلها من المكان من المكان أخذها وقد أخذتهم وردتهم ورجعتهم وصلت إلى البيت وقد أخذت وقد أخذت ولكن أنا دائما أتعود كان لدي شنطة الظهر من ماركة معروفة تقريبا 200 ريال أضعها 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 وكانت عندي علبة حمراء كبيرة فيها 25 ألف كاش تخيل المهم لم أجدت الشنطة أعرفت أن أنا وقف عند البيت تخيل لم أجدت الشنطة أضعها أنا متعودة أضعها وقد أجدت وتأخذت وتأخذت وقد أضعها وقد أضعها فأنا أضعها أضعها وتأخذت وتأخذت وإن حمار كيف حالت أضعها والله لأنني لم أعطي هذه المدلالي أنا أريد أن أشاهدها أصلاً والشنطة الثانية كان فيها لابتوب وشاحن آيفون أصلي راحت أخذوها أنا أسترجع الأحداث ننزلها بسرعة والمشكلة في ذلك الفترة هذا البرنامج لا يظهر معلومات الراحل العميل دقيت عليهم أرشنت لهم إيميلات يقول لهم أن أدخل ملتزل ملتزل ملتزلاتك الشخصية مفروض أنك تحافظ عليك أخبروني رقم المعلمات الرجال أنا أتفاهم أتكلم قال لا أننا لا نستطيع خصوصية العميل أو لا خصوصية العميل قلت الله يخلف علي وجعلها بحريقة إن شاء الله وهم يعملون لا هناك رقم سري ما هو الوحيد الذي يستفيدون منه؟ الشاحن شاحن أصلي لابتم قفل أصلا يفكى عادي ممكن يفكى لا أتذكر هذه مبلغة عالية مبلغة عالية أفوا نعم حريقة كان قاعد عندي 600 من أيام الجامعة طبعاً واحد من قاربي قال يا بدر أنا بصراحة بحول لك أصلي أصلي من يوم لقد أصلي لا أصلي الحمد أنا أصلي حلال أصلي 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 قال يا بدر لا أستطيع أن أعطيه أريد أن أخذ السيارة طبعاً أنا مدرس ألف أحول لي كمية جمعة الخير 15 ألف ريال أذهب أسحبها أسحبتها بعد الصرافات لا أستطيع أن أصلي أصلي أخذ الرجال أعطيه 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 أخذ الرجال قلت لك أعطيها 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 أخذت طبعاً أخذت المبدieux أخذت أبناء أخذت ليوم الثاني أعطيه أخذت أخذت أخذ أفصل أخذت وأخذت أخذت أعطي أكثر أحياناً أколبر ركبت السيارة فتحت لي وطلع الظرف وطلع فلوس ودخل غرفتين عندي دولابة جماعة خير المفتاح حق خرب كيف رب ينبهني يا بدر أضعها هناك وطلعت لي وحطيتها في الدولاب وقفلت طلعت نفس الوقت قلت بطلع فأروح النادي بأتروش أنا صحيحني تعبان قلت بأروح المسبح أتروش يشوي على الجاة أو أني بأخذي فره مدى هذا الوقت كنت بطول عليه كنت كنت بأطلع فرلي بس مرة أعطيه لبكرة لأني تعبان أروح بس بأتروش وطلع ذاك الوقت أنا حطيت ثلاثة وطلع ورح بقالة يا جماعة الخير ووقفت من البقالة نزلت وصرقت السيارة كان فيها لابتوب أمو عفوا مو لابتوب وجوالين كان شغالة وسماع السيارة كان شغالة خطأ مني خطأ مني اسمع نزلتها جماعة الخير قبل أربع أيام كان فيها جوال أيباد كان حق البنك وجوالين وسماعات بلوتوت توي خطة الاصدار الجديد توي خطة ما تهنيت ما تهنيت وأسلاك شواحن ما مدري إيش عدة كاملة الحمد لله نزلت في البقالة يا جماعة الخير ومعيد بوك اللي في بطائق فيها صوري ونص صغير الجوالات في حريقة صرقت سيارة ما زل صورت كنت صغير أول من صرقت سيارة اللي فكرت فيها جماعة الخير للأمانة لا تنجاف هكذا كان شيء يا أخي الأمانة هذه فقران الأمانة حملنا الأمانة حملنا الأمانة السماواتي والأرضي والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان واشفقنا منها وحملها الإنسان أنه كان ظلما جهولا يعني تخيل الأمانة الجبال أبت أن تحملها والسماوات أبت حملها الإنسان هذه أمانة أعطانيها خالي لفلوس والله ما فكرت لها في الفلوس في نفس اللحظ دقيت على خالي قلت يا خال واحد نعتر هذا وطرسيارتين صرقت قال كيف؟ قلت معلك الفلوس ما صرقت قال لا أطوز الفلوس قلت أدري يا خالي والله أنها أمانة حتى تسمعني فيها أمانة أبشرك فلوس في البيت وأرجع إلى البيت طبعا الآن ما أعلم تهلي وأخذ الفلوس وطرت أختي وإنها شكري مرعوب أجي عند أختي قال أختي أشفيك قلت لا ما فيني شيء قلت ما رح تخبي علي أعلمني أشفيك قلت أمانة تعلمي أمي أنا خايف عن أمي وما أدري إيش أمسك أختي وأعلمها أخافت قلت أمر طيبة وأنا والله عندي تفاول عاد قصة السيارة قلت رجعتها عاد سبحان الله حنة جارنا أختي بدي